مرحبا بكم في هذا المباشر نتواجد بأحد الفنادق المصنفة بمدينة الضربيضاء حيث سيتحد حافلة فريق الترجي التونسي وصلوا الآن تقريبا لمقر الإقامة في هذا الفندق الشهير بمدينة الضربيضاء المقابلة قوية مقابلة نهائية قبل الآوان كنا نتمنى أن فريق الوداد وفريق الترجي التونسي يكونوا في النهائي ولكن شاءت الأقدار أنها تتجمعهم وهذه مناسبة كيف قال المدرب عادي رمزي مقابلة دي الردان صرف بهذه الكلمة هذه إذن الحافلة تصل لشارع أنفا إذن رجال أمن يسبقوا الحافلة هناك توجد أمني كبير في محيط الفندق إذن وصول حافلة فريق الترجي التونسي لمقر الإقامة ديروم بمركز مدينة الضربيضاء تحت حماية أو تحت توجد أمني كبير إذن أنتظروا مقابلة قوية يوم الأحد مقابلة لأخذ سأر نهائي عصبة الأبطال الإفريقية المسروق هناك بملعب راديس مقابلة لجرات بدون ظهر مقابلة لكان فيها هدف حقيقي لوليد الكرسي مقابلة لكان فيها كل شيء إلا التحكيم والنزهة فهذه مقابلة قوية جدا سنقربكم أكثر من الأجواء رجال آمن كذلك كان وصول لجماهي فريق الترجي التونسي هذا الجيل الجديد من اللائبين للفريق ترجي التونسي ولكن مع ذلك كذبت أن نتفارق تاريخ كبير في عصبة الأبطال الإفريقية ولو بتاريخ كل شوائب بتاريخ كل فضائح الأخص لفضائح التحكيم الإفريقية لأنكم تعرفوا بأن بعض المسؤولين من الاتحاد التونسي كانوا متوجدين بقوة في الاتحاد الإفريقية لكرة القادم أيام عيسى حياته لاعبين أو أقول جيل جديد من اللائبين ترجي التونسي ولكن كيبقى تاريخ أو فريق قوي هدوا سراتيجية لللاعيب هدوا طريقة لعيب فكنت منه إن شاء الله مقابلة اليوم الأحد تكون من نصيب فريق الويداد البيضوي وكل الفوز بحثة مريحة لأن المقابلة للإياب ستجرى هناك في تونس وانتم كترفو ما يقع في تونس بالأخص التحكيم هناك تقريباً ثلاث لاعبين في فريق الترجي التونسي هناك لاعب برازيلي ولاعب تونسي ولاعب جزائري يعني ماديش الأسماء ولكن هدو من اللاعبين ليعتبرون في الخط الهجوم لاعبين خطري ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 في المقابلة دي اليوم الاحد تكون مقابلة جميلات ودفة الروح الريادية وكذلك الخوف واخذ الاحتياط من مقابلة العودة لان الكواليس تطبخ المقابلة الشهيرة للرأسية وليد الكرسي هدف صحيح الضار ما كانش التجوم على اللاعبين وكذلك على الجماهير فهذه مناسبة ان شاء الله الى كانوا اللاعبين الفورما ديالهم اللياقة البدنية ونفس ايديالهم يكونوا مستعدين لانها غدا تكون مقابلة قوية وقوية جدا وغدا نوصلوا لنهاية هاد المباشير صبرك الله لكم ملقىنا يوم الأحد ان شاء الله شكرا